في دورية الأبطال فؤاد ريال مادريد الإسباني فعلها مجددا وحول تأخره بالأمس لفوز كبير على ليفر بول الإنجليزي وأصبحت هذه عادة مجدولين أن ريال يقلب الطاولة على خصومه تماما كما فعل الموسم الماضي اسم ريمون تادا أصبح مقترنا باسم ريال مادريد الريال بعدما كان متأخرا أمس بهدفين للسفر أمام ليفر بول تمكن من تحويل هذا التأخر إلى تقدمين بخمس إصابات لاثنتين فوز تاريخي للريال في أنفيلد رود على حساب نادي ليفر بول ليتمكن بذلك الفريق الملكي من القيام بخطوة ونصف إلى الضور الربع النهائي شأنه في ذلك شأن نادي نابولي الذي عاد بالانتصار خارج الديار على حساب انتراكت فرانكفورت بهدفين للسفر المنافسات تتواصل نهر اليوم بعودة منشستر سيتي إلى حلبة التباري من جديد وهو الذي يلبس حلة المرشح للضفر باللقب الأوروبي منشستر سيتي ينزل ضيفا على ليبزيك الألماني في لقاء آخر متكافئ أنتر ميلانو يستضيف نادي بورتو البرتغالي شكرا لك فؤاد الحناوي على كل هذه الجولة الكراوية